السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم جميعا هنا أحمد ناصر أحييكم من إمب العربي ومن غينباكين لحلول استضافة الخدمات الشاملة في هذا الفيديو سأكون معكم في شرح تفصيلي وكامل عن نظام خاصية الكاشينغ والسيدي أن برو الذي نقوم بتوفيره لجميع زبائننا يا ترى ما هذا هو ما هذا النظام وماذا نقصد به ولماذا نقومنا بتطويره لتحسين أداء المواقع وخصوصا مواقع الورد بيس كما تعلمون نحن في الشركة مختصين بتوفير خدمات سحابية لمواقع الويب وخصوصا نتحدث عن خدمات الورد بيس التي نقدمها من خلال الورد بيس بيزنس جيكو والورد بيس بيزنس جيكو طبعا جميع هذه البقات هي برو 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 السبب أن هذه البقات برو لأنها تحتوي على نظام بالإضافة لنظام يسمى ال CDN برو في هذا الفيديو سأقوم بشرح تفصيلي عن نظام الCDN برو وكيف بإمكانك الاستفادة منه إذا كنت مشترك في البقات المتعددة التي نوفرها في البقات الاستضافة من خلال ستارتر أو البيزنس جيكو أيضا هذا النظام موجود في ضمن الحزم العادية للويب لأصحاب الشركات والمشاريع خلال نظام الـ فاحرص على الترقية لأحد هذه النظم وبإمكانك التواصل معي دائما سأكون بتزويدك بخصم كبير جدا على البقات المتاحة ضمن الوقت أو ضمن العروض التسويقية التي قم بعملها من فترة أخرى تستطيع التواصل معي من خلال نظام التشات أو رقمي الواتساب دائما متاح لديكم في تعليقات وأسفل الشرع الخاص بهذا الفيديو ويصرني جدا دعمكم ومساندتكم بشكل عام اصدقائي هذا النظام موجود في ضمن بقات لبرو فدعونا ندخل إلى هذا الموقع شركة المهة هذا أحد زبائننا قمنا بعمل تست على موقع بتلاحظ أن الأداء هو تقريبا 60% إحنا الحدف من تفعيل نظام الـ نحصل على أداء أعلى سرعة أعلى فشو الخطوات؟ بداية بتروح على لوحة التحكم بتعمل Login to Control Panel بعد ما تدخل على لوحة التحكم الخاص بك على Green Backend بتروح على خاصية الـ Edge Caching ضمن اللوحة في داخل لوحة Edge Caching لازم تكون نفعله زائد الـ Dynamic Cache لازم أيضا نفعله عشان نستفيد من هذه الميزة بعدها بنرجع على لوحة التحكم الرئيسية بنرجع هنا Home بعد ما تدخل على Home بنروح على الخيار الثاني اللي هو Web Optimization فبدخل على الـ Web Optimization في داخل خيار الـ Web Optimization بدأت أكد أنه أنا مفعل خيار One Click Optimization يكون عندي فعال ومشاغل بعد ما نعمل One Click Optimization بنعمل Custom Configuration فأول خاصية رح أفعلها أنه أعمل Add Hit بعدين رح أعمل Collapse للـ White Spaces تقريبا كل الخيارات الموجودة في ضمن HTML Optimization رح أفعلها بهذا الشكل من ضمنها طبعا الخيارات هاي زي Trim URs Remove Quotes Remove Comments Pre-Resolve DNS Extend Cache Extend PDF Cache Elite Attributes Convert Meta Tags Combine Heads Collapse White Spaces Add Heads هاي كلها رح نعملها بشكل عام هاي في الـ HTML Compression هلا في بخصص في JavaScript Optimization طبعا أكتبكها منتبه إنه هاي التعديلات هي Default Configuration إحنا بنكون فيها أحيانا بزمك إنه تروح على إعدادات ثانية ولكن هاي الإعدادات بشكل عام اللي إحنا حاليا بنجرب فيها هي إعدادات معظم الوقت رح تشتغل 90% عن معظم الأشخاص اللي في أحيان ما رح تزبط معك رح نشرح شو طريقة الحل لكن هاي الإعدادات اللي أنا بعملها الآن هي تقريبا أنا بستخدمها في مواقع الزبائن ومواقع يعني معظم الزبائن اللي بيعزوا علينا في الشركة بنعملهم هاي الإعدادات عشان نحسن من أداء مواقعهم وسرعة مواقعهم وهي طبعا إشي CDN يعني إنت بدل ما تروح تشتري دينير في سيرفيس وCDN من شركة كلاودي فلير تدفع بالشهر 20 دولار وتدفع إسا على الأرغو حوالي 20-30 دولار تطلع فترتك تشارك 50 دولار إحنا موفرك هاي مجانا للإشتراكات السنوية يعني إنت بتوفر على نفسك على الأقل 500 دولار بشكل سنوي وهذا إشي ممتاز جدا إحنا موفره لزبائنا عن موضوع القيمة حتى في الخدمات الجميع اللي بقدمها بتدفع صاحب الفلوس لكن بتحصل على قيمة عالية جدا خلصنا موضوع الـ HTML نروح عن موضوع الـ JavaScript Optimization في الـ JavaScript Optimization بدنا نفعل الـ بنوحد 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 في عنا خاصية اسمها برضو بدي فاعلها طبعا هاي أنا مش دائما بحب فاعلها لكن ببعض الأحيان بفاعلها خيار الـ Defer JavaScript ما بفضل أفاعله لأنه ممكن يعطي بعض المشاكل بالنسبة للـ include JavaScript Maps بفاعلها في الموف CSS Above Script برضو هاي بفاعلها لأنها بتحسن في بتعملش بلوك عن resources فهاي ميزة حلوة كثير وبأيضو ميزة تضغط الـ JavaScript عمستوى CDN Level فهاي برضو ميزة قوية جدا بننتقل على موضوع CSS في CSS بدينا نفعل Combine CSS بدي Fallback Flatten CSS Inline CSS كمان في عندي ميزة اللي هي Move CSS To Head هاي برضو ميزة حلوة كثير بتسرع الأداء عندك بالنسبة للـ Critical CSS ما راح أفاعلها لأن أحيانا بتعمل مشاكل Rewrite CSS That's OK إنه بعمل Bars, Linked and Inline CSS بعملهم Rewrite the images found and manifest in CSS بعملها في عندي خيار اسمه Rewrite style attribute with URLs برضو بفعلها فهاي البيانات الأساسية إنه بفعلها في CSS نيجا عن موضوع مهم جدا هو موضوع بلا شك إنه من أكثر الأمور اللي بتكون ضغط على الموقع اللي عندك وتفعيل هاي الخصائص بتسرع من الـ Performance عندك أول بيزة اللي هي نحول الـ Web لـ الصور الـ WebP Animated بفعلها Convert Web Lossless بفعلها Deduplicate Inline Images بفعلها وأيضا الـ Inline Images بفعلها في موضوع Image Optimization هاي الأربع خيارات الأساسية الـ Inline Preview Images و الـ Insert Images Dimensions ما بتفعلهم بصراحة لأنه أحيانا ممكن يعطوك بعض المشاكل آآ يعني في موضوع آآ آآ يعني هاي الميزتين بشكل عام الـ Inline Images الـ Inline Images آآ ممكن إنه تعطي الـ Inline Images Preview هاي ممكن تعطيك بعض المشاكل أحيانا آآ إنه ما يعطيك الأبعاد الحقيقية للصورة فما بتفعلها أوكي آآ الـ Inline Images راح نفعلها بالنسبة للـ Lazy Load شغلة ضرورية جدا نفعلها الـ Lazy Load عشان يعني نسرع من الأداء الصور مش كلها مرة واحدة تفتح تفتح طول ما أنا بحمل بالصفحة وهذا الشي حلو كثير وبسرع الأداء الخاص بالموقع بعمل ضغط للصور كمبرس للـ Images هذا الشي مهم جدا وبعمل ريسايز للصور يعني في صور ما بيكون الـ Width و هايت منفعل هاي الخاصية عشان نحسن موضوع الـ Optimization من جوجل وأيضا موضوع السرعة في الفتح للموقع آآ الإعدادات الإفترضية اللي احنا عملناها الآن باجع الموقع وبعمله بيرج أول شو الـ بيرج أول بروح مننظف الكاش آآ طبعا أي واحد بيسأل على رقم الـ WhatsApp هايو رقم الـ WhatsApp موجود عندكم على الشاشة بتقدر تتواصل معي احنا شركة Greenbackend آآ بشركة أمريكية آآ عنا مكتب في فلسطين و بصرنا دائما انساعدكم موجودين احنا في ولاية لويزيانا في أمريكا سيفوراتنا معظمها أمريكية وأوروبية آآ لأنه بتعرفوه البنية التحتية في أوروبا وفي أمريكا قوية جدا في مستوى السيفورات وعشان هيك نحاول نوفر infrastructure قوية للشركات آآ بحلول عصرية في الويب و آآ بشكل عام لمطورين الويب والوكالات التسويق والشركات آآ هاي بشكل عام الخصائص الأساسية اللي احنا يعني فعلناها بلوحة تعاكم هلا بعد ما تعمل هاي الخاصية بدك تستنى لك أحياناً عشر دقائق عشرين دقيقة أحياناً دقيقتين أحياناً بالعادة عبير ما تقدر تفحص الموقع تتأكد إنه هال performance صار أسرع ولا وهذا إشي ببين معاك على الشغل يعني أنت بس تدخل على الموقع وتفحص ببين معاك آآ الأداء والتفاصيل الثانية مزايا أخرى أنت بتقدر تشوف بتقدر تعمل block visitors تقدر تشوف statistics تقدر تشوف traffic distribution الخاصة في الموقع وأيضاً تقدر تشوف كدهش أنت مستخدم web space bandwidth email تقدر تعمل emails account من هنا forwarders تقدر تحكم بقواعد لبيانات PHP تعمل redirects جميع التفاصيل الأخرى ممكن تتحكم فيها من ضمنها رخصة الحماية تعمل malware scan فينا SSH أيضاً فينا كمان خصائص للوقز والstate تقدر تشوف كدهش عندك stats على الموقع كده الزيارات شو ال bandwidth usage اللي عندك هاي كل هالتفاصيل تقدر تشوفها من خلال أو ضمن لوحة التحكم الموجودة عندك في الموقع طبعاً تقدر تعمل block لبعض المدن البلدان تقدر تعملهم block ما تخليهم مش يزوروا الموقع تبعك تقدر تشوف هنا statistics كاملة عن الزيارات hits bandwidth يعني الزيارات مختلف أنواعها الزيارات اللي بتجيك مثلاً في الموقع من أي بلد by countries بتقدر تعملهم filterization حسب day حسب week وبتقدر أيضاً تشوف التفاصيل الأخرى الموجودة عندنا في الموقع طبعاً زي ما تشايفين الآن النقطة المهمة جداً والأهم في هذا الفيديو أننا نشوف كيف الأداء صار بعد ما عملنا web optimization هل تحسن الأداء ولا لا طبعاً إحنا فحصنا بشكل مسبق فحصنا على موقع GT matrix ويعملنا test على النتائج اللي كانت موجودة عندنا وشفنا هل يعني فحصنا الأداء وشفنا هل فعلياً تحسن الأداء ولا لا اللي هاي التفاصيل بتبين معنا طبعاً لما نيجي نفحص أو نعمل scan للويب سايت اللي عنا ونعمله ريتست فهل منشوف هل تم التحسن في الأداء ولا لا بدك تعمل طبعاً على GT matrix اللي هو الويب سايت اللي احنا مستخدمه في كثير مواقع أخرى زي ممكن نقارنها زي موقع جوجل سبيد في نايترو باك في كثير مواقع ممكن أن تجربوها عشان تعملوا تست للأداء الخاص بالموقع لكن هاي على الأقل الإعدادات اللي احنا بنعملها بتضمن أنه الأداء الخاص بموقعك يتحسن السرعة تكون أفضل المشاكل اللي بتطلع في موقعك تكون أقل و يعني الأداء طبعاً على أجهزة مختلفة من موبايل ل ديسكتوب لتاب اللي تكون بشكل ممتاز وشكل سريع طبعاً هاي الخدمة بتبين معاك يعني أنت وانت تصفح في الموقع راح يبين معاك السرعة هل هو فعلاً الموقع سريع ولا يعني مش سريع هذا يبين معاك في مرحلة التستنج تمام فإحنا طبعاً ممكن نفحص الأداء الآن نفتح الموقع نرجع على ال الويب سايت راح نشوف هاي الويب سايت اللي عنا ممكن نرجع على الصفحة الرئيسية نشوف السرعة يعني تلاحظ السرعة صارت أسرع بشكل كبير إذا بتدخل أنت على الأقسام الأخرى مثلاً تشوف أنه في سرعة رهيبة صارت في الباك الأقسام حتى بتحول للغة الإنجليزية بتحاول تطلب خدمة أو باكيج بتختار أوبشين مثلاً بتعمل ادتو كورت اوكي هاي الباكيجز بتعمل تشيك أوت باكي الأقسام وتغير تشوف باكي الأقسام طبعاً هي بشكل عام السرعة يعني راح تلاحظ أنه في سرعة صارت أسرع بشكل كبير في الموقع من ناحية سرعة من ناحية أداء من ناحية تحسين هاي كلها أمور يعني راح تلاحظها بنفسك لما تشتغل على الـ Optimization الخاص بالموقع فهاي بشكل عام في كيف ممكن أنك تستخدم خدمة CDN لتعمل Optimization للموقع الخاص بك وهي متاحة فقط للمشتركين معنا في باقة CDN Pro فرح تلمس فرق شاسع بالسرعة لما تفعل هاي الخدمة على موقعك بتمنى يكون فيديونا لأعجابكم شكراً لكم أصدقائي ونراكم إن شاء الله على خير في فيديوهات أخرى قادمة تحية لكم أحمد ناصر من أينب العربي لا تنسى تعمل مشاركة للفيديو لايك وشاركنا بتعليقاتك أي شي تحتاجه شاركنا بالتعليقات بالأسفل تحية لكم